موسيقى مساء الخير مشاهدينا جرى التكليف وبالتالي بدأ البحث في مشوار التأليف الحكومي هل يستطيع الرئيس نجيب ميقاتي أن يصل بالبلد إلى بر الأمان أي بتأليف حكومة متجانسة وطنية تستطيع أن تبدأ العلاج أو تحد من الانهيار كلها أسئلة رهن الأيام المقبلة ولو أن التكليف بعض مؤشراته حمل أيضا تساؤلات أقله من حيث عدم تسمية كتل للرئيس المكلف أو بالتالي الحديث الذي جرى على هامشة عمليات التكليف من حيث التشكيك أو عدم التفاؤل بالمرحلة المقبلة في أي حال كل حراك الرئيس المكلف يوحي منذ اللحظة الأولى أنه سيبادر سريعا إلى تحمل المسئولية وبالتالي وضع النقاط على الحروف هل سيكون اللبنانيون على قدر هذه المسئولية خصوصا أنه توافقا دوليا تحدث عنه الرئيس ميقاتي موجود حول الحكومة العتيدة في أي حال لا يسع اللبنانيين اليوم اللبنانيون إلى التفاؤل بالمرحلة المقبلة خصوصا أن الأزمات كبيرة تستوجب العلاج المحروقات موضوع البنزين المزود بشقين وحرارة الصيف ما يحصل في المنازل انقطاع التيار الكهربائي انقطاع الدواء تلاعب الدولار سعر صرف الليرة صعودا نزولا كلها تؤثر حتى على المواد الغزائية وبالتالي المواطن اللبناني هو الضحية فهل ينتبه الجميع جميع الكتل القوى السياسية المجتمع المدني كل المعنيين في الوضع اللبناني لهذه المآسي لهذه المحن ويعملون على الجمع ولم الشمل وبالتالي تحمل المسئولية أيضا تبقى علامة استفهام رهن المرحلة المقبلة في أي حال هل تتسهل العملية هو السؤال المطروح الآن ونطرح هذا السؤال على ضيوفي هذه الحلقة أرحب بالأستاذ صلاح سلام رئيس تحيير جريدة لواء معي في الستوديو أهلا وسهلا فيك أستاذ يمير رحمي رئيس حزب التضامن النائب السابق مبارف إذا صار معنا ولا لا أستاذ يمير رحمي يبدو حتى الساعة بعده ما جاهز رح بلش معك أستاذ صلاح كيف قرأت عملية التكليف في القصر الجمهوري وماذا اختلفت عن سابقاتها أو سابقتيها اتنين مع دكتور مصطفى أديب مع الرئيس سعد الحديد شو بالواقع التكليف كان متوقعا يعني كانت عملية ميكانيكية فينا نقول استشارات نيابية ملزمة بعملية جمع الأصوات وتطلع نتجتها سهلة المشكلة ليست بالتكليف ولم تكن يوما بالتكليف مشكلة دائما بالتأليف يعني والتفاصيل دائما بتكون بالتأليف يعني وبالتالي في خاشية موجودة ما في تسوية فينا أنا أقول أنه في مشروع تسوية في توافق دولي مضبوط في دعم دولي وداخل يشوه ولكن بالداخل في مشروع تسوية بدي يسلك هل سيسلك من باب التأليف ويسرع الولاد الحكومي أمثى التفاصيل التي تكمل فيها الشياطين عادة ستعطل الولاد السريعة للحكومي كما يتمنى الرئيس المكلف نعم بدنا نحكي بالسيناليوهات المطروحة استي الصلاح بهذا الإطار خلصا أنه الرئيس المكلف جايب 72 نائبا سموه أول شي في جاءتك سلبا أو إجابا تسمية حزب الله طبعا هذه إيجابية في جاءتك يعني أنه كان هذه مفاجأة مفاجأة كانت ما في شك أنه عادة حزب الله درجة على عدم تسمية الرأساء المكلفين إلا إذا كانوا أنتمونا إلى فريق من أداك معي اليوم تسمية رئيس نجيب من قبل حزب الله كانت مفاجأة يعني هو مفاجأة ما في شك إيجابية إلى حد ما ولكن حملت الرئيس المكلف بالمقابل أعباء مسؤولية أعباء لا مش مسؤولية بس أعباء سياسية تجاه الأطراف العربية والدولية التي يجب أن تدعمه في مهمته بصير في حذر الفرنسيون يلتقون حزب الله والرئيس ميقاتي موسى جمع المبادرة الفرنسية تحديدا عم يركز عليها في لقاءة حصلت فرنسية مع حزب الله حتى البعض صار يربط هل أراد الحزب أن يعطي إشارات للفرنسيين إيجابية بموضوع تأليف الحكومي سؤال يسأل أيضا صحيح ولكن المشكلة أنه الموقف العري الموقف الخليجي بالذات مرتبط لمكانة حزب الله في الحكومة الجديدة نعم ومدى هيمنة حزب الله على قرار الحكومة الجديدة تسمية الحزب للرئيس المكلف أنا ببعطئ أنه بتحمله أعباء إضافية بقدر ما هي مسؤولية وطنية بقدر ما هي تنطوي على بعض التسهيل أو بعض الإشارات التسهيلية للبلاد الحكومية فمن هون يعني هون على الرئيس المكلف أن يدرك تماما الدقة المرحلة ودقة التوازنات المطلوبة في المعادلة الداخلية كما في المعادلة العربية والإقليمية والدولية حتى يستطيع أن يعبر في حق الألغام اللي اسمه التأديف هل خلينا بالأرقام أول شيء 72 صوت فجأتك تسمية كتلة الوفاء المقاوم للرئيس نجيم ميقاتي من اللي فجأك أنه ما سمى مثلا نواب التشنق كنت مفاجأة أول مرة ما بين يسجمه مع تميز خلينا نقول صحيح يعني دايما نواب التشنق إلى جانب السلطة الرسمية نعم سلطة الرسمية يبدو أنه فيه الطرف من أطراف السلطة الرسمية ليس يعني راضيا عن تكليف الرئيس نجيم ميقاتي فأوعز لبعض الأطراف المتحالفة معه بالامتناء عن تسميته بهذا الشكل لأنه اليوم يفترض إذا فيه تسوية إذا فيه توافق حقيقي داخلي وخارجي على الرئيس نجيم ميقاتي كان لجم العداد الأصوات يصل على الأقل إلى تسعين اتنين وتسعين صوتا نعم بس كان يمكن النائب جبران باسيل عم يحاول يضغط ما يصير في تسمية تعتبر ضغط هو على التشنق نسجم التشنق مع لعبة طائفية إذا ما بنا نسميها طائفية حتى ما يسمون الرئيس ميقاتي هو الأول مرة بيعملوا التشنق يعني التشنق أنه النائب جبران باسيل عم يحاول يقول أنه الرئيس المقلف جاء بعدد محدود من الأصوات ويمكن لو لا كتلة التحرير المقاوم صوتت كانت العدد الأصوات لا يتجاوز للمرتبة الستين أو حتى أقل يعني تسع وخمسين اتنين وخمسين بس اتنين وسبعين يعني الرئيس الرئيس الحريري قد جاء قبل مش بالستينات كمان كانت أقل صحيح ولكن في فرق أنه يكون عندك تسعين صوت بالتسمي بالتكليب وفرق يكون عندك خمسين خمسة وخمسين أو ستين صوت اللي هو أقل من نصف عدد المجلس نور نعم وبالتالي اليوم هذا التكتيك اللي عم يتبعو يعني النائب جبران باسيل ما معرفي لأي حد ينسجم مع الرغبة بتشكيل حكومة سريعة وبتسهيل تشكيل الحكومة وبإنقاذ العهد بهذه الأشهر المطبقي من الولاي من النيار الذي أوصله بنفسه أولا ثم بالبلد ثم بالشعب عنده رؤية سياسية العلاقة بالصلاحيات العلاقة بالمعالجة مختلف اليوم مع الشخصيات اللي تكلف عنده مشكلة مع السني سياسي إذا جاز التعبير ما بعرف إذا هيك شيفها السيد صلاح نحن اليوم بحاجة لرؤية سياسية إنقاذية مش برؤية سياسية محاصصية مش برؤية سياسية حزبية فئوية وشخصية وأنينية نعم نحن اليوم بحاجة لرؤية وطنية وزاية بعض سياسي شامل يقدر ينقذ البلد من المهاوية اللي عملي التدحرش فيها ينقذ هذا الشعب المأهور من حالة الظل اللي عم بعيشها محطات البنزين وانكتر الكهرباء بالبيوت ما في كهرباء حرارة الصيف اليوم الناس البردات ما عم تحمل أكل بكفي يعني في غلاء في أزمة ما فينا نزيد كتير بس هل حقيقة أين ألوية العهد القوي اللي اسمه قوي أن يكون عنده رؤية الحزبية الفئوية الزيت طابع عنيني ولا الرؤية الوطنية الشاملة للإنقاذ ويسهل عملية الإنقاذ يبدو أنه فريق العهد ما في رأمه أنه هذا العهد أنه ينسم عليه أنه هذا الانيار حصل في عهد الرئيس ميشيل عون ما في رأمه هاي دي وصمة تاريخية مين بيمحيها بكرة عنده مبررات مين بيمحيها عنده خطابه إذا أجل جبران بسير رئيس جمهوري حيمحي هذا الوصمة عن جبين هذا العهد وسيد العهد مين بيمحيها هالوصمة هذه بس هو بيعتبر عرف قدي مضو عم يحكي عن مسار عم يحكي عن كنا قبل هذا العهد عاشين بحلم نحنا في لبنان اسمه لبنان الجميل الزمن الجميل إجا هذا العهد فرجعنا لو قلنا عهد قوي تفاقلنا في بداية لأنه عهد القوي حيصلح حيحارب الفساد حيحقل إصلاح والتغيير لأينا أنه هذا التغيير أغطنا إلى وين عجهنا مثل ما قال الرئيس بيشيل هون ما أخذنا ما فرجعنا طلعنا من الجنة اللي كنا فيها ورحنا على جنة بالنتيج فلأت فيه فيه وضع مش طبيعي يعني اللي عم بيسير إنه فريع العهد المطلوب منه بيقدم هو التنازلات هو اللي يقدم مبادرات هو اللي بيكون هم الإنقاذ عم بحاطة الإنقاذ في آخر سلم أولوياته مقابل الحفاظ على مصالح الحزبية والفئوية والشخصية طيار الوطني الحر قال ويمكن بدي يقول ما بدي شارك بالحكومة مثله مثل القوات اللبنانية ولكن بدي قارب بإيجابية برأيك كيف بترسم سيناريو المرحلة المقبلة بالتأليف هل يصل الرئيس ميقاتي إلى أن يسهل عمل حكومي جديد لا يكون فيها الطيار الوطني الحر لا بإيجابياته ولا بسلبياته ومثله مثل القوات اللبنانية اللي كمان قاعدين على التل بيصيروا فيه ربما ربما لمرحة الانتخابات لأنه الهم الانتخابات وليس حكومة الأشهر شوف عملية فياتة زكية أكتر من اللازمة يعني فياتة شاطور حدا يعني وكأنه حديث بعد العهد بالعمل السياسي اليوم أنا بفهم من القوات مبلد شارك وما سميت إنه موقف سياسي معطرد وعم طالب انتخاباتنا بي مبكرة نعم طيب التيار الوطني الحر شو مبرره إنه ما يسمي وما يشارك ما يعطي سياسة نعم إنت اليوم العيي جمهوري إلى أي إلى أي فئة سياسية ينتمي معايك وإنتي كتيار وطني محسوب على فريق رئيسي جمهوري بشكل أساسي إذا أنت اليوم لا سميت ولا شاركت بالحكومة ولا بدك تعطي سياسة سياسة يعني أنتو كفريق للعهد ما بتكون هذه الحكومة تعمل ولا بدك تكون إياها تنجح وعم تحطولها العصري بالدوليبي هذا واحد اثنين أنت ما بدك تسمي بطريقة مباشرة تركت المهمة هتصير تسمي عبر حصة رئيسي جمهوري بطريقة غير مباشرة يعني موجود بالحكومة بالمؤسسات بس لكن عبر رئيسي جمهوري وليس بالمباشرة هذا كانت تجربة كانت رح تمشي مع الرئيس الحريري قبل أو طرحت على الرئيس الحريري هذه أحد العقابات اللي كانت تعطل سبيل حكومة الرئيس سعد الحريري فأنت اليوم عم تتذكع عالميا بالنتيجة نعم وليش وكيف بشكل بس 72 صوت يعني بهذه الحال 72 أسم سموا بينسحبوا بعدين على الثقة النيابية أو لا ما بعرف أستاذ صلاح إذا بتسمح لي خليني أنتقل لأشوف إذا أستاذ إيميل رحمي رئيس حزب التضامن صار موجود معنا ما صال خير أستاذ إيميل تحياتنا عم نحكي عن العهد ما بعرف إذا بعدين كما يقال اليوم أنه بعد فترة رح نكون مع عهد إيميل رحمي ما أبعرف ولا كيف الأمور تحياتي لأ إليك أستاذ إيميل لا يا زلمي طول بالك سعيدي سعيدي أنا أنا ما عم بسمعك هون ما بعرف السبق شباب بيعالجوننا الصوت المشكلة شباب ما عم بسمع الصوت بالستوديو الصوت لأستاذ إيميل رح أرجع لعنده على كل حال بيكونوا الشباب المخرج علاجوننا المشكلة وما هنسي الصوت أستاذ صلاح 72 نائب بسموا برأيك إذا لم يشارك تيار وطني الحر خلين نحط سيناريوها نحن الليلة ونقرأ بالمعطيات إذا لم يشارك تيار وطني الحر وقال ما بدي شارك أنا بهذه الحكومة وبالتالي القوات موقفة معروف واللي هن معارضين رئيس مئاتي معروف يعني ساعتا نحن منضلنا بإطار 72 نائب هن سيعطينهم الثقة أو ربما بتتبدل بعدين الأحوال وفقا للتمثيل النيابة يمكن الرئيس يمكن النائب فيصل الكرامي بيغير رأيه يمكن عم بقول يمكن نائب وليد سكرية بيرجع ببدل رأيه بيصير لقاء التشاوري بيرجع بيرمم حاله بعد ما تصدع وصارك الواحد بمال يمكن تشنق بيعيده النظر بيشوفه يمكن سياسات مختلف ما بعرف شو رأيك شوف بالواقع يعني أنا أخشى أنه كن نحن وعين في شيء مزايد بين القوى المسيحية نعم أكبر حزبين في الطائف المسيحي الكريمي القوات والتيار وطني الحر القوات والتيار وطني عم يتنافسوا على قيادة هذا الطائف من منطلق أنه اللي بيكون عنده أكبر قتلة نيابية يكون له الأفضلية الأولى في الترشحة وفي خوط رئاسة الجمهورية والوصول إلى أصل عبدا نحن اليوم تحكمنا ممارسات سياسية لها علاقة بانتخابات رئاسة الجمهورية تحديدا عندها القوى المسيحية السياسية ما في شك اليوم معركة رئاسة الجمهورية أنه معركة رئاسة الجمهورية افتطحت قبل معركة الانتخابات النيابية اللي هي مفروض يتنبع إياها نعم وانتخابات الرئاسية يتنبع تشرين الأول وبالتالي إذا هذا المزايا دي بين الفريقين عم يتنبع هذا الشكل أنه التيار وطني ما بدي يخلوه يخلي ساحة المعارضة المسيحية لا القوات فقط وهذه المعارضة دايما ربيحة شيئة الانتخابات يعني ما بعرف هل إذا ربيحة ولا لأ كان في ناس معارضين حتى العظم مع احترامي لكل القوى حزب الكتائب وآخر شيء كم نائب طلع له خاض معارضة طويلة عريضة نائب سامي الجميل وبعرف أنه صديقك ولكن مع كل الاحترام آخر شيء ما طلعه إلا بالمتن ويعنيه لمرأ صحيح ولكن بالنسبة لوضع القويت اللي صار عندهم 14 نائبا نعم والتيار وطني عنده 17 نائبا يعني اليوم 4-5 نواب بصير بتفرق بصير الكويت عندها الكتة الأكبر وبالتالي بصفي الرئيس الدكتور سامير جعجي يتقدم على منافسه التقليدي اللي حيكون النائب جبران بسير يعني بتصفل عملية لعبة مثل ما بقوله السباق على المنخار بس بتروح آخر شيء ما في كسر عظم باللبنان بتروح على التسوية ولا لا بتأيد بتأيد أمير رحمة ولا ما بتأيد أمير رحمة بين القوى المسيحية ما في تسوية طيب بتأيد أمير رحمة كرجل تسوي ولا لا هو معنى صار على الهواء ولا لا تسوي ومرشح وطني مرشح وطني أستاذ أمير مصل خير إن شاء الله تكون هلأ صار الصوت مني هلأ اعتبرك أستاذ صلاح سلام بدوا وقرة النار يحملها عميد الصحفيين اليوم أستاذ صلاح سلام اعتبرك أنت المرشح الوطني اليوم لرئاسة الجمهورية تفضل أستاذ أمير مصل خير أستاذ صلاح وأستاذ عباس عم تسمعوني؟ أه عم يسمعك مني تفضل لايك أن يأتي أن يأتي هذا الكلام من الأستاذ صلاح يلي هو أحد أكابر الإعلاميين حمل كبير هذا حمل كبير عميد لتلك عميد وهلأ هلأ هو العميد نعم وعلى كل حال بمطلق الأحوال أنا كنت متابع عم بسمعه لأستاذ صلاح من أول ما بلشته لأنه تأخرنا لدبرنا حالنا هون شوي مقطوع الكهرباء أو كذا لترتبنا والتحقنا فيكن أنا بأيد نحن معشر المحامين بس نسمع كلام جيد منقول نكرر ما جاء على لسان العميد جملة وتفصيلة هاك فيني بلش لك بموضوعنا الحالة أنت رح توسعت لقدام عباس وأنا ممنونك وممنونه ولكن خلينا نفوت بموضوعنا الحالة وشو مطلوب مني أنا حاضر نعم المطلوب أنه بدك تقارب لي بما أنه أنت من المرشح وطني هذا وفق توصيف الأستاذ صلاح مثل ما قلنا عميد الصحفيين تركني أنا على جنب بهذا الإطار كيف قربت اليوم عملية تكليف الرئيس نجيب ميقاتي ماذا شاهدت في الشكل في الجوهر في العملية في الامتناع عن التسمية في التصريحات النيابية كلها كيف توصفها سعدتك والله بوصف أنه كنت قبل هاليوم هيدا هاليوم النهار التنين اليوم كنت شوف أنه عنا عنا أزمة مستعصية لا أفق لها لا حل نفق طويل كتير ومش عم ينعرف آخره وإز وإز بكل صراحة بقولك في هايك منحة إيجابة بالشكل والمضمون لفتني أنا وحابب أني استوي تحته حتى لو كنت عم روح على الوشفول ثينكينك أكتر من يعني على رغباتي أكتر من الحقيقة المعيوشة في لبنان تصريح دولة أول شي الـ 72 نايب وتسمية كتلة الوفاء للمقاومة هو علامة فارقة جيدة جدا على الصعيد الوطني اللبناني الفريقين المسيحيين الكبيرين معروفين مش عن مش عن حزب القوات اللبنانية ما بيقدر يخالف حاله هذا ما وقفه مبارح مع أكبر مع دولة الرئيس الحريري واليوم مع دولة الرئيس مئاته والعلاقة جيدة مع الرئيس مئاته فإذا القصة مش قصة علاءة قصة موقف ما بقي يحيد عنه أنا بفهمه التيار الوطني الحر كمان كان موقفه مع دولة الرئيس الحريري شبيه هلأ بموقفه مع دولة الرئيس المكلف مع ملاحظة مع ملاحظة صغيرة واضحة هي انضمام كل التكتل مع بعضه بوصولا للأرمن لأول مرة هايدي ما بتعطي باب أسود تعطي باب أبيض للمستقبل تعطي إنه أو من ضل كلنا أو من روح كلنا حتى تطلوا نسلم للشباب نقبل أن وراح جزء وضل نعم حتى تطلوا نسلم للشباب عم قل لك سلم سلم يعني فضل اه اه واللي واللي فتح لي باب أمل تصريح تصريح دولة الرئيس المكلف تصريحه كان أول شيء بالمضمون قضية المبادرة الفرنسية اللي استند عليها وسيشكل حكومة اختصاصيين يعني لغى قضية التكنو سياسية يعني والستة اللي بدون يجيبهم كان طارحة سابقا أنه يعمل حكومة تكنو سياسية راعة الاختصاصيين كما رغبة الفرنسيين ونحن نعتبر رغبة الفرنسيين ليست تدخلا في السيادة اللبنانية لا بل مساعدة للبنان الذي هو بحاجة لمساعدة نحكي عن الواقع الأمريكي بإيجابية ولأول مرة بنسمعه بهالوضوح بيرجع حكي عن التعاون الواضح جدا مع فخامة الرئيس يعني طلع من عنده بجو تعاوني وحكي عن أنه مرتاح لدولة الرئيس الحريري أنه لحيتعاون وهذا شيء مهم هوا أضايا كتير مهمة جدا إلا بتبطي المهمة عند اللي ناطرين النكد والنكد لحيلغي لبنان من أول ولا آخر ولحيلغيه أما اللي بدو يروح هلأ على تعاون وينسى وينسى كل المواضيع مثلا أنا فيني يقول لك شغلي هلأ مصلحة أي واحد بيتعاطى سياسة أنه يقول وكتير بينحكى عن كلمة المنظومة وعن الطبقة وعن كذا يقول أنه بدنا حدا جديد ما بدنا حدا قديم لأنه فيه ضجة شعبية فيه باخرة أو طيارة عم بيكودة بايلوت وكوب بايلوت من مش بس العيب من الخطورة بمكان أنه بدل ما تقوله للبيوت حتى لو أنت مش حبه تقوله الله يوصلك بأمان لنوصال نحن وياك تقول لا هلأ بدنا غيرك هي والطيارة طايرة لا بدون ينتبهوا ما بدون يعلقوا كتير عن الناس بدون يتركوا القضاء بعدين لا يقول مين هني زعجوا فسادا أو لا وهلأ بدون يقولوا نحن اللي عم بيكود هذه الطائرة أو هذه السفينة إلى بر الأمان بدنا نلتف حول بعضنا كلنا مشان هيك ارتحت كتير لتصريحه لدولة الرئيس يعني أنت يعني أنت شايف إيجابيات بالمرحلة المقبلة عكس كل التوقعات السلبية والسيناريوهات السلبية ممكن ما يكون في تأليف حكومة عم تحكي عن مؤشرات إيجابية يبنى عليها عم بيحكي عن مؤشرات إيجابية مع خوف كبير جدا أنه بالتأليف مثل ما قال الأستاذ صلاحة يلي التأليف يختلف جذرا صارنا معوضين أنه يختلف مسار التأليف يختلف عن مسار التكليف بما أنه إيجينا مفاجأتين ثلاثة اليوم إيجابيات كتير أتمنى أن يأتي بمسار التأليف إيجابية سرعة التأليف لأنه ما فينا نعيش أبدا بعد بأي تأخير لأنه معالجة الأمور بدون ما يعني الإنسان المواطن اللبناني اليوم بدون معدد شو أنا برأي هو بآخر دركات دركات الحزن والهلع والخوف والفكر وإلى آخره بآخر دركات يعني لم تحصل من قبل للأسف لا بالحروب لا بالمجاعات اللي حاصل هلأ انطلاقا من هون إيجابية التأليف بتعطيه بداية الأمل لهالإنسان والإنهيار والارتطام الكاسح بيقاف ومنبلش من القعر وصعودا بمرحلة طويلة وصعبة وما حدا يفكره هين وأنا كتير مرتاح لأي مسؤول عندما لا يغضك الوعود أهم شيء أن لا نغضك الوعود وهذا اللي قاله الرئيس مئات اليوم ما دمتلك عصة صحرية إذا ما إذا مزبوط مزبوط طيب شفت أستاذ صلاح يعني أستاذ إيميل مثل عدته رجل تسوي بيدور الزوايا ويمكن كلمة هيك سميته بالمرشح الوطني مرشح الوطني للرئاسي هذا أستاذ رفيق نصر الله برد علي كمان بيقال لي معه حق وأنا كمان إذا ما مشي حال الحكومة برشح أستاذ صلاح لرئاسة الحكومة يعني هم سرنا به شكرا هيدا بين شكرا على خورة النهر ربست أنا الحقيقة عندي كلمتين على الآله أستاذ أمين بالنسبة لتصريح الرئيس المكلف من الطبيع أنه يطلع ويشيع أجواء من التفاقل والارتيح بعد اللقاء الأول مع الرئيس عون بهال بهاللحظة هايدي نتذكر تصريحات الرئيس سعد الحريري نعم في الأسبوع الأولى لتكليفه كان يطلع يحكي بتفاؤلا واتفقنا مع فخامة الرئيس بعد فيه شوية رتوش بعد بكذا آخر شي قالنا أنه الحكومة ستكون سنحتفل بالحكومة قبل عيد الميلاد وقبل رأيس السنة وما احتفلنا ما هيك وما رأيس السنة وما احتفلنا وما احتفلنا ومش بس كانت صارت لأمور تتعقد بس أستاذ صلاح ما بتعتقد أنه شخصيا في مشكلة كان بين الرئيس الجمهورية من جهة والنائب جبران باسيل وبين الرئيس الحريري ثانيا ما بتعتقد الجو الدولي ما كان ضاغط أو بالأحرى مواكب أو اليوم حاضن مثل ما اليوم اسمعنا من الرئيس الميئاتي أنه فيه توافق دولي مطلوب بها يعني ما فيه تغيير بالشكل وبالجوهر بخصوص المقاربتين خلينا نقول أولا شخصية الرئيس ميئاتي تختلف عن شخصية الرئيس سعد الحريري بالمبدأ دانيا المشكلة الأكبر أنه الخلاف السياسي بين جبران باسيل وسعد الحريري تحول إلى خليف شخص صحيح وتحول إلى نوع من مقاطعة ومكاسرة شخصية بين الرجلين دفع تمانا البلد نعم يعني لما كانوا منطفئين دفع زمن هذا الاتفاق البلد ولما اختلفوا كمان دفع البلد الزمن مضاعفا لهذا الخليف فهذا الفرق وطبعا هذا الخليف الشخصي انعقصها على العلاقة بين الرئيس سعد الحريري والرئيس ميشيل عون الشخصية نعم ومن هون كانت إذا تذكر باكرا لما الرئيس عون بعت رسالة كتير قاسية وواضحة كانت حتى نقول وقحة نعم للرئيس المكلف لما تربوا الشريط أثناء استقباله رئيس حسان الدياب وقال له عم يكذب ما عم يحكي الحقيقة نعم هون نقول تتراكمت السلبيات تراكمت وصلت إلى ما وصلنا إلي نحن نحكي هذه الشغلية تدي وقائعة مفصلية في العلاقة بين الرجلين الآن مختلف الوضع برأيك ولا لا يمكن الرئيس ميقاتي يعني رئيس ميقاتي جزء ركن من أركان من رؤساء الحكومات السابقين رئيس الحريري بقول اتفقنا عليه باجتماع رؤساء الحكومات السابقين يبدو حتى الرئيس ميقاتي تجربته السابقة مثل ما نحن نعرفها متصلب أكثر وعذرا حتى سنيا ما بتعتقد انه هذي بتعمل مزيد من المشاكل اللي تصبح العبرة بالتأليف بالحل يعني بعدين هذا اللي بقوله انه بالنتيجة جو التكليف كله تفاعل ولكن جو التأليف هناك العقد اللي بدأ حلح عليه هناك الألغام اللي بدأك تمشي بعينيه بينها حتى ما ينفج رأي لهم وهنيك التحدي الأكبر اللي بدأك تخلص وممت التأليف في فترة زمنية معقولة لأنه اليوم البلد ما بيتحمل تسعة أشهر جديدة على تكليف ما يحصل بنهايه ما يولد حقوق بيصبر الرئيس ميقاتي أشهر برأيك بيصبر ولا في حدود زمنية من خلال معرفتك أنا تأديري من خلال معرفته في الرئيس ميقاتي لن يصبر طويلاً إذا حس أنه فيه فرقشي وفيه عدم نوايا سليمي من فريق العهد بتسهيل مهمته وتسهيل تأليف الحقومي سيعتذر ويدل ميشي لن يحمل هذا الوزر طويلاً كما حمله الرئيس سعد الحليل أستاذ أمير رحمي أنت حضرتك عم تعمل مقاربتك السياسية دائماً بإطار تسوى ومقرب ومسافي وحدي وتقريب ولمش شمل ومصلحة المواطن وممتاز هل تدعو اليوم القوى السياسية طيار الوطني الحر لعهد رئيس الحكومة المكلف رئيس الحريري لكل المشاركة في هذه الحكومة وما حدا يقعد بره ويتفرج على الآخر بقلب الحكومة أو ما يساهم بتشكيل الحكومة؟ بداية خليني أقول لك شغلي دائماً وهون أنا متأكد أنه لحي وافقني الأستاذ صلاح لأنه الأستاذ صلاح شخصية موزونة ووطنية ومش طائفية صحيح العهد كلمة عهد من الطائف وبالطالع عم نظلم فيها مقر رئاسة الجمهورية لأنه العهد ما بعض الطائف هو عهد الحكومة التي تحكم لبنان وليس عهد قبل عيام الرئيس شمعون وفؤاد شهاب وأنا قايل لي عدة شغلات الأستاذ صلاح عن هداك الزمن الجميل حافظهم ومبسوط فيهم كان ينقال العهد لأنه الصلاحيات كانت للرئيس صلاحيات مطلقة وكان الحكم في لبنان رئاسي اليوم إن الحكم في لبنان هو حكم استثنائي خاص ما أنه موجود بكل دول العالم وهذا الحكم هو حكم جماعي يتحمل مسؤولية كبرى في القاضة الأساسيين يلي يمسئ بهن رئيس الجمهورية ورئيس المجلس تصور رئيس السلطة التشريعية بلبنان يتحمل مسؤولية لأنه هو إلى جانب كونه رئيس مجلس نواب قامة سياسية تبعا للظرف اللبناني تتحمل مسؤولية ورئيس الحكومة والمزراء فإذا أول شيء لا يعرفوا المواطنين ضروري 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 ليس رئيسي ولا ولد ديمقراطين هنا في نظام بارلوماني البرلمان هو اللي عم يلعب الدورة الأساسية هو اللي بيعطي الحكومة السقاء هو ولد زي أسحب السقاء من الحكومة ويؤدي لإسقاط الحكومات هذا نظامنا اللي عم يتمح عليه شيء اسمه حكومات الوفاق السياسي هي عم تخرب ممارسة هذا النظام هذا موضوع تاني أنا من رأيك فيه أنا مع الحكومة ومع المعارضة لازم يكون في حكومة ومعارضة ضروري هاي حكومة الوفاق الوطنية عطول يعني بتحول مجلس الوزراء إلى مجلس نواب مصغر وبتعمل جدلية الديمقراطية والجدلية المحاسبة والمراقبة تسقط بصور سير كوي فرمي ما بيجوزوا أنا من رأيك بهاي بس بموضوع العهد لأنه بس ينقال العهد يعني الرئيس العهد ما بعض الطائف هو ليس الرئيس العهد ما بعض الطائف هو الحكومي مجتمعة وهيدي معروفة يعني مش أنه عم نخترع شيء زديد موجود بالدستور انطلاقا من هون برضو أنا بتمنى من كل قلبي أن يكون التعاون التعاون لا حدودة له بين رئيس الجمهورية اللي بده يوافق على التشكيلة ورئيس الحكومة اللي بده يرفع على التشكيلة لحتى هالموضوع هذا يكون ما يعمل تأخير عطول مثل ما عم بيصير معنا بالتأخير هذا بالحكومات أنت هلأ عم بتقول أنه ما منحمل تسعة تشهر أنا بقول لك ما منحمل تسعة أيام وما هون ما عم صعبة على دولة الرئيس نجيب مئاته لك ضروري يكون صار كل عصارة الشغل اللي انشغل ينحل سريعا بين رئيس الجمهورية يلي أبدأ وعاطي حديث لزميلك يا عباس لعماد مرمر رائع جدا فخامة الرئيس وملين تجاوب مع الحال الجديدة وأنا من رأيي الأستاذ صلاح أنه في شي جديد في شي جديد يعني ليجي رئيس حكومي مكلف يحكي عن ضمانات خارجية عنده سقفة هاي دي من قالت على أيام دولة الرئيس الحريري ويلي أنا لأ فرق بين الاثنين يعني أنا أتمنى على الاثنين ذات التمنى ما عندي ما بقى عندي ما عم دور على صديق لا عم دور أنا ما يهمني الآن أنه يصور عندنا حكومة وبس يصير عندنا حكومة هي في بداية الخروج من القعر وهلأ صار ما بدي أرجع على وراء كتير صار اللي صار صار اللي صار أنا أتمنى على الإعلاميين والسياسيين ما نحكي عن عقبات ومطبات مبارح أستاذ أميل بدك التيار الوطني لازم يشاركه برأيك بالحكومة أو لا أنت على العلاقة جيدة وطيبة مع الأستاذ جبران باسيل مع نائب جبران باسيل هل تدعوه إلى المشاركة بالحكومة تقوله تفضل شارك سهل عمول ما تقعد على الجنب ما تكون سلبة تفضل مية بالمية وعجبني تصريح أغوبا كرادونيا وقت الآل نحنا ما سمينا هلأ لأنه ناطرين المشروع الكامل تبع الحكومة وعأساسه منيحة هيدا لأنه لحيكون هالإصلاحات المطروحة وهال هال الفريق اللي لحيكون متجانس يعني فيه سوليداريتات يعني فيه تضامن مش حزب التضامن لازم يكون تضامن بين الأفريقاء مش تناتوش تصور نحنا بنعمل حكومات متنافرة تصور نحنا سابقا بنعمل حكومات برؤوس متنافرة كيف بدنا نحكم بس إذا بنعمل حكومات برؤوس متضامنة بيطلع بيطلع شي هلا تصريح أغوبا كرادونيا المكمل لتصريح جبران بسيل أنا كمان ببني علي إنه يروحوا إذا ما راحوا على تسمية يروحوا على مشاركة مش مش مشاركة هن على سئة لأنه المشاركة بيتكون من اختصاصيين ما حدا له خصة فيهم وإلا بيكونوا عم بنشونه اختصاصيين مستقلين وبيرجعوا كل واحد بيسمي بيسمي واحد خليه إليك أستاذ صلاح نقطة على هذا الموضوع تفضل أستاذ صلاح أستاذ زميل بقوله المكتوب ينقرى من عنوانه مهي مجرد معدم المشاركة بالتسمي بشكل أو بآخر هذا موقف سلبي بحد ذاته ما فينا نقول أنه والله أنا ما سميت لأنه بدي شوف المشروع كله بتشكيلة الحكومة على ضوء بدي حدد موقف أنت اليوم عم تشتري سمك بالبحر ولا بدك تروح تساعد تدفع إلى الأمام بإنقاذ البلد وتسهيل ولادة حكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف وكأنك عم تحط شروط مسبقة على الرئيس المكلف أنا إذا بدي أشترك معك أو أعطيك في السئة هذه الشروطي وتفضل نفذها تكون يعني بعدنا عم ندور في نفس الدوامة اللي دار فيها الرئيس سعد الحريري توقف تسعة أشهر من التكليف كم عملنا شي يعني بشكل أو بآخر فنحنا مع هيك حتى بسنا نخلص سكرتها هذه أنا بعتبر أنه عدم التسمي خطو سلبي ومؤشر سلبي وموقف غير مشجع من هذا الفريق اللي ما سمى للرئيس المكلف وتسهيل مهمتو أنا بتتوقف مع فاصل إعلاني مضطر بعض الفاصل سأتابع أستاذ إمير رحمي معك ومع أستاذ صلاح السلام بدي أحكي عن الضغط الدولي الآن الخارجي الفرنسي طلعت بيان إلى ما هنالك حث اللبنانيين على تأليف الحكومة بعض الفاصل مشاهدين أهلا بكم مجددا أتابع القراءة السياسية ما يجري في لبنان تأليف الحكومة مع الأستاذ إمير رحمي رئيس حزب التضام مع الأستاذ صلاح السلام رئيس تحيير جريدة اللواء تقول السفارة الفرنسية في بيان أنها أحيطت فرنسا علما بتسمية مجلس النواب اللبناني السيد نجيب ميقاتي رئيسا الوزراء الحاجة الملحة الآن هي تشكيل حكومة كفوءة قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لنهوض البلد وهو ما يتوقعه كل اللبنانيين وتدعو فرنسا جميع القادة اللبنانية إلى التحرك في هذا الاتجاه في أسرع ما يمكن وتشارك مسؤوليتهم وفرنسا من جهتها ستبقى إلى جانب اللبنانيين كما كانت دائما أستاذ إمير رحمي شو تعليقك على هذا الاهتمام الدولي الاهتمام الفرنسي الرغب الفرنسي في أن يصل لبنان إلى بر الأمان حكوميا هل تثمر في الداخل أنا بقول خليني أقول لك أنا بقول لك ستثمر بدي أقول هيك مع ما أنه ما عندي أي معطى لأنه مثلا كمان بدي أقول للأستاذ صلاح قبل ما علق على بيان الفرنسي اللي هو عظيم جدا للمصلحة اللبنانية بس كمان بدي بدي أتفاهم أنا وصديقي الأستاذ صلاح أنه نعول كمان بالرغم من عدم التسمية من قبل آآ تكتل لبنان القوة على لقاء دولة الرئيس المكلف مع رئيس التكتل فإذا نتفاهموا على هذه السلبية اللي خلينا نقول إنه يمكن يخرج منها شي لقدام ونروح كلنا هلا بها الأيام هايدي كالأطباء النفس تعرف شو عم بيقولوا عم بيقولوا لنا وانا هلا لني طبيب نفسي ولا شيء أنا بيرأي تعا نعمل كلنا آآ إيجابيين بالرغم من سلبيات الموجودة بركي بركي لأنه ما بقى في مجال للخلاص نعم بس إيجابي يعني كونوا إيجابيين فقط كونوا إيجابيين فقط واتكلوا على الله أنا بيرأيي خي على الرغم حتى لو اعتبرونا إنه سازجين في السياسة تعالوا لنكون هالأوادم هالأوادم المثل صلاح السلام لا قاعد حدك هدا قدم كتير ابن بيت أوادم ومحترم هالأوادم فلنكون وخصوص السياسي واللي خصوصي أصحاب الرأي اللي بيحكوه للناس فلنكون إيجابيين حتى لو شايفين إنه الآخرين نكديين ما عنا بقى طريقة خارج هيدا الموضوع وإن شاء الله وإن شاء الله تقدر تطلع مع ما إنه أنا برفض يكون فيه سراع شخصي يحولنا لهيك مشكل اللي وصلنا له برفض رفض قاطع من كل الميلات من من أي ميلة بتمنى هلأ هالأداء اللي ماشي فيه دولة الرئيس المكلف يكمل فيه وأنا المقابلة اللي عملها الأستاذ عماد مرمل مع فخامة الرئيس بعول على منحها السوبر إيجابي اللي إن شاء الله بده يعطي شيء للبنان إن شاء الله طيب أستاذ صلاح سلام البيانة الخارجية الفرنسية لوزعته السفارة شو أداء تقدر اليوم الفرنسيين يعملوا إيجابيات هذه المرة مختلفة مهتمين لقاءات مع الكيل القوى السياسية حتى مع حزب الله في هذا الإطار بالتزامن مع تسمية الحزب كما قلنا للرئيس ميقاتي في جو دولي فرنسا يبدو تعبر عن هذا الجو الدولي يثمر أو لا هذه المرة أنا بس فدقول كلمة على اللي قاله أستاذ أميل نحن إيماننا بهذا البلد وقيامته بعد كل نكبة بعد كل نكسي بعد كل رغم كل شي رغم كل شي هو اللي خلينا نصمد ونصبر ونثابر على القيام بيواج بيتنا الوطنية والمهنية نعم يعني نحن اليوم هذا الإيمان هو سبب تفاولنا أنه نحن شايفين لبنان غدا سيكون أفضل من الأمس وأفضل من اليوم هلأ بالنسبة للبيان الفرنسي ليس هو البيان الأول يعني قبل حوالي 11 شهر كانت البيانات تصدر عن الإليزيه بشكل مباشر والتحث للقادة اللبنانيين على الإسراع في تشكيل حكومي السفير مصطفى أديب كان معروف أنه هو مرشع من قبل الإليزيه قبل أن يكون مرشع من قبل رؤساء الحكومات السابقين أو أي طرف سياسي محلي ومع ذلك ودعت العصافي الدوليبي التكليفي واضطر إلى الاعتزار والعودة إلى السفارة في ألمانيا نفس الشي بالنسبة للرئيس سعد الحريري كان مدعوما بشكل شخصي ومباشر من الرئيس ماكرون وعلى خلفية هذا الدعم تقدم بترسيحه وصبر الفترة ومع ذلك كيف انتهى يعني انضمانات الدولية اللي كانت موجودة هي ذاتها ما في شي تغير بين مرحلة مقبل ومباشر بالجو الدولي اللي تغير هو ظهر في الموقف الامريكي بالفترة الرئيس السابق ترامب ما كان فيه اهتمام بأي خطوة نحو جدية وإيجابية نحو لبنان وكان لبنان ما ترك لوضعه كان يعتبر انه جزء من النفوذ الإيراني في المنطقة وبالتالي فرض عليه العقوبات المعروفة واللي وصلتنا إلى ما وصلتنا إليه حاليا اليوم فيه تغيير بالسياسة الخارجية الامريكية كنا عم نشعر فيه ليس فقط تجاه لبنان في أفغانستان في العراق في العلاقة مع روسية في العلاقة مع حتى مع الدول الأفريقية فيه سياسة جديدة يعني أولوياتها أنه تشكيل حكومي في لبنان أو وضع لبنان على سكة الإنقاذ يعني ما تنسى أن لبنان اليوم صروا حوالي 65 عم يتخبط في هذه الأزمان ولا يستمع إلى نصائح الأشقاء والأصدقاء وبالتالي بس وصلنا لمرحلة اليوم نحن في الهاوية وليس على شفير الهاوية وعندما يتحدث اليوم الرئيس المكلف يقول فيه ضمانات أمريكية تكون دقيق ودولية لعدم انهيار لبنان وعندما يأتي الجميع أنه ما بدون انهيار لبنان يعني فيه تحسس للأزمة للمشكلة بس نحن في واقع لانهيار معي كل أنا نعم نحن في واقع لانهيار وبالتالي قبل ما نعول على الدعم الخارجي خلينا نعول على توافقنا الداخلي من هون أنا بقول أهمية دور فريق العهد وفريق الرئيس الجمهورية فيه تسهيل مهمة الرئيس المكلف وبالعكس مش بس تسهيلها عطوه كارت على بياض مثل ما قال الوزير السابق وليد جنبلات نحن لن نتدخل لن نطلب لن نعمل شي شو بده يعمل يعمل مهمة شكلنا حكومة تنقذ البلد هذا الانقاذ لمصلحة من للبلد للناس أولا لأحد رئيس الجمهورية لا تجي الكهرباء لأنه يبدو أنه حتى الرئيس ميقاتي عم بيقول يجب أن نعالج مشكلة الكهرباء والجميع يريد المساعدة في إنشاء المعامل بدي أحكي معك سيد أمير رحمي يعني إذا بيخذ تصريح الرئيس ميقاتي اليوم نعم يريد تشكيل حكومة تقنية كي نسير بالمبادرة الفرنسية يجب أن نعالج مشكلة الكهرباء والجميع يريد المساعدة الرئيس عون يراهن على الحكومة ويريد إنقاذ الوطن أتفهم عدم تسمية الفريقين المسيحيين اللي في الاستشارات وعلاقتي بهم جيدة يعني يبدو أنه عم يتعامل كإطفاء الرئيس ميقاتي استيعابي للصدمات رغم حدة المؤشرات اللي بيّنت بعدم التسوي التسمي بالأصل الجمهوري صحيح صحيح وهي وهي بيتهنى علي أنه عنده الماشي هاي دي بيتهنى علي بهالأزمة هاي هاي الأزمة بدأ سمبلة الأمح بدأ المروني التي التي تميل مع العواصف العاتية أنا عم بلك من قلبي بهني على ما قاله وخصوصي وقتلقال قال لك ريحك بموضوع يعني حاكي عم بيقول عن الكويت كهلا ولا بده شريكه الآخر يكون عنده نفس المروني سؤال جوهري يا سيد أمين سؤال جوهري بده يكون مزبوط مزبوط ومعك حق لازم يكون بنفس المروني أكيد وعد تفكر أنه أنا مبسوط بمرونة دولة الرئيس وبعناد فخامة الرئيس لا أنا مع العناد في مكانه إذا إذا إله مكان وطني غير وطني أنا ضد أي عناد إذا غير وطني ولكن المروني ما عم بقلك من تصريحه وقت حكيت عن أحسن مكرر حالي ما قلت أنه سمعت له مقابلة فيها مروني رائعة جدا من فخامة الرئيس في مروني مقابلة من دولة الرئيس وواجلية ولماعة يعني عملة لمعة هلأ عملة لمعة الطريقة والمروني هذه وفي شي مغير بالخارج ما سمعناه قبل أنا متفاجأ ليش ما سمعناه قبل مع ما أنه مع ما أنه قبل الرئيس المكلف صاحب علاقات رائعة بالخارج بس ما سمعناه في شي هيك بالفرجول وبالنقطة وبال من الخارج سمعناه هلأ ما بعرف ليش في شي استوى طلع بغض النظر عن الشخص طلع بزمن نجيب ميقاتي وما طلع بزمن سعد الحريري ويلي لمين ما كان يكون لدولة الرئيس الحريري أو لدولة الرئيس ميقاتي سيان لمهم نطلع بحكومة سريعا وإلا لمصيبة أكل أكل المسؤولة المسؤولين والمؤسسات وكل الوطن والمواطنين بظهرهم ما هيدي صارت بطل شعر هذا هيدي صارت حقيقة حقيقة واضحة بس في شي ما بقدر أنا كعم بتعاطى سياسة ما بقدر يقول إلا أني عم بسمع شي جديد وهيك مثلا اليوم اليوم ممثل الأمريكي الأمريكي بإيران مالي اسمه مالي مشاهيك مالي روبرت مالي مدري روبرت مالي روبرت مالي عنده تصريح من نقطتين ما كنت اسمعهم قبل أول شيء قال القصاوة بسياسة ترامب باقت بفشل زريع بالنسبة لإيران والتاني شيء إنه 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 نحن هالنتيق هالسياسي هاي تبع ترامب خسر خسر مصالح أمريكية في العالم لك مش معقولين أنا ما بتوقع اسمع هايك تصريحين اليوم موجودين هالتصريح هيدا بهالنقطتين موجودين بينها قدامكن فيكن تشوفون وهذا شيء كمان بالخاني الإيجابية دوليا وإقليميا ومحليا وإن شاء الله أنا أكون عم بتمنى إن شاء الله ما أكون عم بتمنى يكون في شيء حقيقي من هالموضوع لأنه نحن بحاجة إلى حقيقة هذا الموضوع نحن بحاجة إلى حقيقة هذا الموضوع يعني نحن دايما ما نقرأ كل المواقف بإيجابية نعم ولكن في اليوم نقاط على الحروف عم تتظهر حقيقة هذه المواقف إذا بيت هذه المواقف مجرد كلام معصول وحفظ للقضاء اللبنانيين بدون خطوات على الأرض لا ما فينا نتأمل إنه هذه التصريحات هتكون كافية سمعنا إنه حيكون في عقوبات أوروبية على المعاركدين وعقوبات دفعة جديدة من العقوبات الأمريكية كمان على الفاسدين والمعاركدين في المنظومة السياسية للأسف إنه ما ما تطبق شي منها ما في شي اسمه عم يعطوا فرص 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 وهالمرة يمكن أكتر لأنه كمان ما بدون يعملوا خطوات نقصة أستاذ صلاح ما بتعتقد اليوم استند الأستاذ إيميل لروبرت مالي للكلام ما بتعتقد اليوم إنه لبنان هو جزء من ساحة إقليمية طبعا أكيد معنا قلت إلى وبالتالي نحن المحسوب على النفوذ الإيراني وفرص عليها العقوبة بسبب زي لكل نهاية قبل شوية بمعنى آخر إنه زمن تسويات يمكن ولو بعيد ونحن بانتظار هذا الزمن يعني الحديث السعودي الإيراني ولو الخجول حتى الآن الحديث عن التسوية المرتقبة بالأمريكية والإيرانية ولو البعض منتظرة نعم أستاذ إيميل تفضل أنا من رأيه من رأيه بشو ختم الأستاذ صلاح إيه لا 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 عمسمعك فضل هالنفس الإيجابة هالنفس الإيجابة اللي فرجونا إيه إذا بده يضل كلام معسول وأنا من رأيه للأستاذ صلاح هذا يجب أن يترجم أفعالا جدية تشكيل سريع على التفاهم مؤسساتك نحن الآن نحن الآن لسنا بحاجة إلى الفصل بين السلطات ممتاز مجرد مصار في حديث عن تكليف رئيس حكومي نزل الدولار خمس ستلاف ليرة دفعة واحدة ومجرد اليوم طلعت بعض التصريحات التي تشكك في عملية التأليف رجع الدولار بلش يرتفع يعني قديش تأثير السياسي والتصريحات يؤثر حتى بموضوع الدولار والليرة وبالتالي على كل مسار الحياة الاجتماعية بالبلد نعم نعم هيدا هي الحياة أنا بدي أشكرك أستاذ أمير رحمي مزبوط نعم رئيس حزب التضامن وإن شاء الله إذا كتب لك مثل ما قال أستاذ صلاح أنه أنت المرشح الوطني ونحنا كلنا نتمنى البلد بينقصوا هيك رجل تسوي بكل طوايفه بكل أحزابه رجل اعتدال وحوار طبعا صرنا نحن منقول وين رجال الحوار وين رجال التسويات بهذا البلد بعد ما الصدمات السياسية أودتنا إلى ما نحن عليه الآن وبعد لحد هلأ عم تحط له نسلهم لا ينزلوا عن الشجرة ما بعرف إذا ما ينزلوا أنا أشكرك أستاذ أمير رحمة رئيس حزب التضامن شكرا لك أستاذ صلاح السلام أنا كمان قبل ما أشكرك نختم معك بهذا الإطار متفائل أو متشائم ما بعرف أو بين اتنين بالمرحلة المقبلة وما هو المطلوب باختصار من الكل لا تفائل ولا تشائم بدنا واقعي في التعاون مع الحدث يوم بيوم نعم نحن اليوم نسمعنا من الرئيس المكلف رئيس جمهورية عطى وعودا وفتح يعني أبوابا بدنا هذه الأبواب تكون سالكي نعم ولكن قرار التقتل أو القتلة القوية اللبنان القوية والجمهورية القوية ما بعرف شو مسمينا اللبنان القوية والجمهورية القوية العوني يعني نحن على مرحلة القوية إنه بدنا يسلكوا هذه الأبواب الفتح رئيس الجمهورية والرئيس المكلف ويبدلوا تعاون حقيقي حتى نقدر نعبر من هذه المرحلة الصعبة وننهض من قعر جهنم اللي صنين أنا أشكرك أستاذ صلاح السلام رئيس تحرير جريدة لواء مشاهدين فاصل قصير بعد الفاصل أستقبل دولة الرئيس إلي الفرز لحديث دستوري ميثاقي سياسي تسووي البدكنية بعد الفاصل تابعونا